خطط إيران لتطوير قدراتها الصاروخية بدأت منذ العام 1988 وقد مرت بمراحل مختلفة على مدار أكثر من ثلاثة عقود منذ ذلك التاريخ أجرت إيران أكثر من مئة تجربة صاروخية وفي المحصلة باتت اليوم تمتلك أنواع مختلفة منها وبكميات كبيرة تمتلك إيران ترسانة ضخمة من الصواريخ قصيرة المدى لكن الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى تبقى هي الأخطر سجيل هو واحد من أنواع الصواريخ التي تمتلكها إيران وهو صاروخ باليستي طوله 18 مترا ويصل مداه إلى 2000 كيلو متر صاروخ شهاب ثلاثة وهو أيضا من عائلة الصواريخ الباليستية التي تمتلكها طهران طوله 16 مترا ويصل مداه إلى 2500 كيلو متر من نوع كروز أنتجت إيران عدة صواريخ منها صاروخ ثومار والذي يبلغ طوله 7 أمتار ويصل مداه إلى 3000 كيلو متر أكبر نجاح تعتقد إيران بأنها حققته في مجال صناعة الصواريخ هو صاروخ سفير صاروخ سفير قادر على حمل قمر صناعي إلى الفضاء ولكنها اضطرت إلى إحالته على التقاعد عندما تفجر في أرضه ترجمة نانسي قنقر